وأضاف رئيس السيسي أن الهدف من توفير وحدات سكانية اجتماعية هو طمأنة أهلين من ذوي الظروف الصعبة أن الدولة لن تتركهما جاء ذلك خلال مداخلات لرئيس السيسي بجلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين رؤيتي والإنجاز أنا بس أخذ نموذج واحد اللي قاله الدكتور عاصم في الإسكان وقال إن إحنا عملنا 300 ألف وحدة تقريباً ب85 مليار وقال إن إحنا فرشنا الوحدة دي كلام ده إحنا قلنا كتير قلنا كتير وكان الهدف منه إن إحنا كدولة نعبر لأهلنا اللي ظروفهم صعبة على إن إحنا مش هنسيبهم إذا كنا بنفهم كلنا يعني أمن قومي مش هتستكتروا اللي إحنا بنعمله ده واكتر منه طب وإحنا تعملين كده ومعناش نعمل كده أيوة عشان ما بقاش عندك ثغرة يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثة في هدم الدول ترجمة نانسي قنقر